هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس السبت أكثر من مليون ومائة وثمانية آلاف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وخمسة وخمسين ألف شخص في حين بلغ عدد الحاصلين على الجرعة المنشطة مائة وواحدا وأربعين ألف شخص هذا وجدد الفريق الوطني الطبي التأكيد على أهمية المبادرة والتسجيل للحصول على الجرعة المنشطة لتعزيز المناعة المجتمعية والحماية من تداعيات وتحورات فيروس كورونا